معانا دلوقتي شوية كبدة حلوين كده هنعملهم بالسلسة حالو نسخن الطاصة كده جامد ومعانا صلسة طماطم جاهزة وعايز اعمل كبدة بالسلسة بس ما جا اعمل الكبدة حط في الاعتبار هي دايما الكبدة بتتقدم سبايسي حابين تكون سبايسي ماشي بس نسأل بقى لإيه الضيوف اهم حاجة ولا يفتروا معانا الصبح الكبدة حالو ان يوم العيد بدايما بيتقلموا الأحبة في ويشاركوا في الدبيحة ويندبح وينغلف وكل واحد عايز ياخد ايه صواب حالو الكلام المقادير على الشاشة مقادير الكبدة فين يا شباب كل السلام وانتو طيبين حبيبي كبدة كبدة ضاني او كندوز اللي عندك ما فيش اي مشكلة معانا توم ومعانا فلفل حار توم وفلفل حار ومعانا شوية جرجير يا نعم والمقادير على الشاشة والصورة الحلوة تتحدث عن نفسها انا هعملها بالسلسة حالو تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي واهم حاجة تسخين الطاصة جيدا حتى الاحمرار يا نعم لسان البعري في الفرد بيتعذب مع لسان العصفور عايز تشوفوا حاضر عينية او حاضر انا طلعتوا فوقي اخد وش اللهم مصلع النبي خلينا اطلعوا او دهنا موسع له الدنيا هنا او بسم الله الرحمن الرحيم صلي على الحبيب قلبك يوتيب العيد لحمة ايه الحلوة دي ايه الجمال ده بسم الله الرحمن الرحيم شوفوا لسان العصفور عايز ينتقم من لسان البعري يعني تلاحظوا انه عايز يتلع فوق اه جرنش ده حل الحاجات بحرمشة دي بتحب الحرمشة زي الفل كده ايه الحلاوة دي ايه الجمال ده طيب نشتغل في الكبده اول حاجة بنجيب سكينة حامية والسكينة دي حامية علشان تنزل على الكبده كده تقطحها وكعبات الفلفل حر ده انا هستخدمه خلوه معايا كده الله مصلى عنك ده الفلفل كبده بالسلسل على طريقتي ما هي الكبده دي خلي بالكم الحاجة بتاعت الرجالة اللي بيخشوا المطبخ يبا هو يخش بقى يفرد عضلاته ويقولك انا هعمل كبده اسكندران النهاردة تكسر الدني ليه يا صديق اسمه عبد الرحمن اه يخش المطبخ ده يعمل الكبده ملاهاش حل بس هي الفكرة مش ان هو بيعملها حلوة الفكرة ان هو دخل المطبخ بيعمل حاجة فبنحب نأكل من ايده يعني اه حلو صح عبد الرحمن وناخد كده الكبده دي كده الله الله اه مما صلى عنا بقاها قطع مقعبات حلو الشكل ده كده ومعنا طاسة شديدة الحرارة الكبده بتحب الطاسة السخنة خلي بالكم ليه بقى عشان نعمل عملية احتباس للسل بتاعها وفي نفس الوقت تبقى طرية من جوه حتطيها في طاسة برده ايه اللي بيحصل بتنزل الجوز بتاعها وهنا بتبقى ايه طعمها ناشف ومهم جدا كمان نعمين يا شباب صح ما دلسه بقول عبر الرحمن اه وعايز اقول حاجة مهمة جدا نصيحة مني الكبده تتغسل وهي سليمة تلاحظوا حاجة ان الكبده كلها دم ايوتو انا مش هلحبش الدم حلو تتحط على طول في النار ده مهم جدا الكبده ما تتغسلش بعد التقطيع نهائيا مين بيقول الكلام ده الشيف المغازي ايه الكبده بالشكل ده نشيل ده من هنا والطاسة شديدة الحرارة بحطي عم بشيف شوية توم فلفل الحر شم رحة الكبده كده اهوة ده اهوة ده اهوة بحط الكبده بتاعتنا على طول الله ما صلى على النب الله ما صلى على النب كبده بالسلسل تتحمر الكبده بتاخد لون طالما الكبده طازة مفيش داعي تسلقها اه نشيل ده من هنا ونغير الدنيا دي كده عشان الجلابز عشان هنخش دلوقت على العصير ونروع المطبخ بتاعنا كده احنا خلصنا الله ما صلى على النبي الكبده بتتحمر حالو بنعمل ايه عم الشيف بيرغطيها كده ليه بقى التغطية دي عم الشيف علشان ايه تستوى معي بسرعة بالشكل ده كده يا ويلي هو ده يالا اخبار عالكبده نبص عالكبده تاني مع بعض هو ده هو ده الله ما صلى على النبي ملتناش ايه بهارتك للكبده يا شيف البهارات محتوطها على الصلصة تاني البهارات محتوطها عالصالصة اللي بتغلى عن نار اللي بتيسبك عن نار اللي انا هطف بيها دلوقت الكبدة ا 후� شفت الكبدة هياخد نون بس حار جدا جدا اللي هيكل من الكبدة دي هيدعيلي سيبايس اوي انا هكُنت لما زمان لما كنت اعمل طبق كبدة خهاها سيبايس اوي اللي انا بحب الحار في الكبدة يقوم اللي بياخد اللي بحب ال missing Sohy Wheel كده انا يوفرت كده او او الله ناخد سوس الطماطم الحلو ده كده هو ده هو ده هو ده او 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 الله مصلى على النبي او 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 يلا الله هو ده تقليبة الفانة وشيفها يا رب اللي يأكل التقليبة دي يحلو او او ده او 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 كبدة بالصرصة يا شيفي يوم عيدة الصبح او حبيتها والله اه اهم حاجة الصرصة هنا بتعملش حمودة طبع عشان الطماطم دي بتعملش حمودة نعمل يا شباب حد يقول حد يقول او جيت في وقتك يا حبيبي معلاقة سكر او ده معلاقة سكر سكر على الكبدة يا شيف او 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 سكر على الكبدة شهدت الز Lazad حلاوة او 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 واسيبها تغلع على النار على معامل الاسموزي بتاعي اهم حاجة الاسموزي اللي هيتعامل دلوقتي ده يتعامل يوم اليد السبح مع صحنا بطيخ حلو واحنا مرزقين والله السناد الحمد لله مرودة ربنا علينا البطيخ طعم وزي العسل الله الله نشيل ده من هنا عشان نغرف الكبدة بتاعتنا عشان وقتنا خلص بسم الله ما شاء الله يوم العيد النهارده ربنا نبارك في الوقت ونبارك في اللحمة السبعين صوت الكبدة هوي على النار بتبكبك مع الزغلالة ومع الحمص اه والله العظيم انت ابن حلالة شيف انا الكبدة دي بالصالصة دي عجبانة او شكلها ايه المشكلة والمطبخ له دستور ولا وقاعدة لو خدت معالتين حمص كده حطتهم على الكبدة اه اه دي مش مش موجودة في الماديل يا سوزة رحاب بس حلوة يعني فكرة حلوة ازا عندنا حمص مسلوء اه اه اجربيها اه طبقه ده نقدمه بقى الف انا وشافة بسم الله الرحمن الرحيم طبقه ده لازم نقدمه هنا كده ويتحدث عن نفسه الله مصوله هنبقى اه كبدة بالصالصة يلا يا شباب ايه الحلاوة دي يلا انزل 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 ايه الحلاوة اه اه الف انا وشافة للي ياكل منها معانا جرجير اه والجرجير دايما صديق للكبدة اه عناية فانت ما ألف أنا وشيفها اللي يأكل منها دي والله